صباح الخير انا اخذ دلاتي تشابتر جديد اسمه سير رسبيريشن هو مش تشابتر اوي هو الفيديو ده بس يعني هو توسلايتز اصلا حاجة بسيطة جدا لو حد قالك رسبيريشن اول حاجة هتيجي ببالك اللي هو الانسبيريشن والاكسبيريشن النفس العادي بتاعنا ان انت تاخدها او تطلع بس ده رسبيريشن بتاعك انت بتاع اللونجز انما يعني ايه سيل رسبيريشن سيل رسبيريشن باختصار كان السيل بتاخد بغلوكوز انت خطه من الفود و تطلع لك منه ATP ازاي السيل بتاخده بغلوكوز و تطلع لك منه ATP ده اللي احنا هنعرفه طيب رسبيريشن هو ريليز فيه 2 تايب رسبيريشن حاجة اسمها ايروبك رسبيريشن و حاجة اسمها انييروبك رسبيريشن ايروبك رسبيريشن ده ان احنا بنستخدم الوكسوجن عشان نطلع الانيروبيك انه مفيش اكسجين فحنا مضطرين نطلع اكسجين من غير الاكسجين ده اللي اتنين بيحصلوا في الجسم بس طبعا اكتر واحد بيحصل هو الايروبيك ريسباريشن وهو ده المهم اللي نظل بيطلع لنا اي تي بي كتير اوي او انيرجي كتير اوي الايروبيك ريسباريشن بنستخدمه لما نبقى مزنوقين مفيش عندنا اوبشن تاني غير الايروبيك ريسباريشن نعمله فخلص بنتطر نعمله لكن بيبقى الجسم مش عايق يعني مش حابب اللي هو مستنين قوي ان يبقى في اكسجين عشان نعمل الايروبيك ريسباريشن العادي بتاعنا اسميهم ريخنا ايروبيك وانيروبيك بس يعني شوية كده اتعود عليهم فهو الايروبيك ريسباريشن هو ريليزة في الانيرجي فروم فود in living cells in presence of الاكسجين بناخد الشجر بتحفظوا الرموز دي على فكرة عشان مهمة بتيجي كتير سؤال يجب لك الاكواجين كده نقص حاجات وانت تكملها فالشجر اللي هو الرمز بتاعه كده او الكاربويدريت يعني زائد الستة مولوكيولز من الاكسجين هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا ستة مولوكيول سي او تو او كاربون دايكسايد زائد ستة مولوكيولز ووتر زائد ثمانية وتلاتين مولوكيول اي تي بي انما الانيروبيك ريسباييريشن بقى اهو release of energy in absence of the oxygen في الانيمال غير released تخفالينا الوتي في الانيمال او اللي هو الهومان يعني عمتا اهو برضو الشجر اخدناه طلعنا منه حاجة اسمها لكتك اسيد زائد 150 كيلو جالون او اللي هو 2 ATP يعني انت خيالوا ده هيطلع علينا الاكواجين الوحدة تطلع علينا ثمانية وتلاتين اي تي بي انما ده هيطلع علينا 2 ATP بس فان انجي بتطلع قليلة جدا فعشان كده احنا مش بنحبه احنا دايما عايزين نستخدم ده مهم فهو هو السكر بيتتخدو طلع منه المولوكيولز اوف لاكتك اسيد زائد 2 ATP او المية وخمسين كي جي ده انما في اليست مش بيطلع لنا لاكتك اسيد بيطلع لنا ايثانول الكحول يعني ان اللي هو الشجر الجسم او السلخة ديته طلعت لنا توموروكيولز اوف الايثانول زائد 2 CO2 ده الفرق يعني بين ده و ده ده هيطلع لك اكثر اسيد انما ده هيطلع ايثانول ده ما فيش CO2 انما ده في CO2 ده بيطلع مية وخمسين ده بيطلع ميتان وعشرة فيعني ده الاكواجين بتاعت اليست طيب بيبقى الفرق بالايروبك والانيروبك تاني الايروبك بيطلع لنا ماتش انرجي لكن ده فيريليتل انرجي ده بيستخدم اكسجن ده مش بيستخدم اكسجن ده بيطلع لنا مية وسي اوتو انما ده او ده بيطلع لنا مية يعني وده بيطلع لنا لاكتك اسيد او ايثانول طيب اي 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 تي بي بقى اي تي بي ده هي عبارة عن اورجانيك مولكيول اللي هو الادينوزين زائد ثري ان اورجانيك فوسفيت اللي هما تلاتة فوسفيت دول بيبقوا مسكين في الارجانيك ادينوزين طيب ده كده اي تي بي او ادينوزين ترايفوسفيت اهو فيه ترايفوسفيت فيه تلاتة فوسفيت لنما اي هو الاد بي ده اسمه ادينوزين داي فوسفيت بيبقى الادينوزين اهو وماشبوك فيه اتنين فوسفيت بس طيب ايه بقى الفرق بينهم انت دلوقتي الاتي بي بتاعتك انت بتبقى هي مصدر الطاقة بتبقى طاقة كده متحوشة جوه الجسم لما الجسم بيحب يستخدم يمسك الاتي بي ده ويقوم مكسره ويطلع علينا الطاقة اللي جواه فدي الاتي بي اللي طلعت لنا من الريسباريشن وجمعت جوا الجسم الجسم بقى محتاج طاقة فيقوم اللي يحصل ايه ايه تيجي الفوسفيت الاخيرة دي تتفصل ويطلع من البوند اللي كانت بينهم لما تكسر يطلع منهم الطاقة اللي احنا محتاجنا انت دلوقتي لو انت عايز طاقة الاتي بي دي هتتكسر منها وان فوسفيت يطلع علينا طاقة فهيطلع علينا ايه وان فوسفيت زائد اي دي بي انما لو انت عايز تكون ايه اللي هيحصل الجلوكوز اللي انت عملت له ده هيقوم جايب لنا الفوسفيت دي يلزقها في ال اي دي بي طلع علينا اي تي بي فانت دلوقتي عايز تخزن طاقة هتخزنها في شكل اي تي بي عايز تطلع طاقة الاتي بي هتتحول ال اي دي بي تمام لا في حد عنده اسئلة والشابتر كده خيص لو حد عنده اسئلة يقول لي وان شاء الله باشوف كل شابتر الجاي شكرا